هل هنحس بالملل في الجنة? بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجي في فيديو جديد. ربنا بيقول لا يبغون عنها حولة. يعني لا يطلبون عن الجنة تحولا او انتقالا. هم راضين ومبسوطين بالجنة. فازاي انت تقول لا اصلي ممكن نحس بالملل اصلي مش. ربنا بيقول ده نعيم ابدي. وانت بتقول لا نعيم مؤقت وحنمل. كأنك بترد على ربنا كلام ده كلام خطير. اه الدنيا اه مهما انت بلغت من الرفايا ونعيم ممكن تميل. دي طبيعة الدنيا لكن الجنة تختلف. الجنة مهما تعمل نفس الاشياء لانت مل. لان يعني يعني عادي جدا ان ان شعور الملل ده مخلوق من مخلوقات الله. المشاعر ده ربنا اللي خلق. سهل على ربنا المخلوق ده يموت ينتهي. ما بقاش فيها حاجة اسمها ملل. فتعمل الشيء مهما تعمل وانه تلاقي نفسك كأنك بتعمله اول مرة. مثلا. انما تميل مفيش ملل. اصلي يقول لك اصلي ما هو مفيش بقى حاجة يعني مفيش مشاكل مفيش مش عارف ايه. قد بلك في سعال البخاري ان رجلا في الجنة يطلب من الله ان يزرع ارضا. فربنا يخبره انه قد اغناه عن ذلك. طب انت عايز ارض دعا عايز سمارة عايز فكعة كل موجود. ولك لا يا ربنا عايز ازرع. فاربنا يدون للارض. ويزرحها ويتعب فيها وبتاع. فانت عايز تعب وعايز ارض وعايز حاجات ما عايز اللي انت تتمناه في الجنة هتلاقي. المهم بس تخش الجنة. ولو دخلت الجنة بعد كده ايه اسأل زي ما انت عايز. لكن دي بس فكرة بعض الشباب الصغير ممكن بيفكر فيها. بالعقل والمنطق والادلة نقول لا لا يمكن. لان دي دار نعيم ابدية يشعر فيها المرء بالسعادة الغامرة طيلة الوقت. دعم الفيديو بشير ولايكم من شرف القناة. شوفكم مرة جاية والسلام عليكم.